اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واترتيبوا في امريكا تلافه مئة وستة وخمسون المميز في الدولي موشن انه لا يطلب منك لاربعة الاف ساعة ولا الف مشترك ولا يطلب منك اي شيء فقط تقوم بانشاء حساب في الموقع وتبدأ في رفع الفيديوهات وتربح منها لا تقوم برفع اي فيديوهات تجدها في اليوتيوب او الفيسبوك او اي شيء فقط قم بانشاء فيديوهات خاصة بك وقم برفعها لكن انا انصحكم دائما بالتوجه الى الترنت الشيء الموجود في بلدك مثلا هناك كما يعلم الجميع هناك الان في المغرب اشرف حكيمي اللعب المغربي سوف يتوجه الى الانتر ميلانو العديد من المغاربة يتحدثون على ذلك وايضا العالم العربي يتحدث على ذلك هذا الموضوع اسمه الترنت 谢谢 بيعيد انك تختار شيء في بلدك او شيء يتحدث عنه الجميع في بلدك في السوشيال ميديا مثلا في الفيسبوك تجد شيء يتحدث عليه الجميع تقوم بعمل عليه فيديو وتقوم برفعه على الديليموشن او اليوتيوب كما تشاء اليوتيوب يطلب منك 4000 ساعة والف مشترك لكن الديليموشن لا يطلب منك اي شيء فقط تقوم بانشاء فيديوهات وتقوم برفعه على الديليموشن وايضا نفس السعر 1000 مشاهدة في اليوتيوب كما هي في الديليموشن انا قمت بتجربة ذلك الالف مشاهدة ليس هناك سعر محدد في الديليموشن لالف مشاهدة كما في اليوتيوب حسب الدولة اذا كنت تجلب الزيارات او المشاهدات من امريكا على الف مشاهدة سوف تحصل على حوالي 10 دولار او 12 دولار اذا كنت سوف تجلب زيارات من المغرب او الجزائر لم تحصل على العديد من الارباح على الالف مشاهدة الالف مشاهدة قد تساوي واحد دولار قد تساوي 0.50 دولار المهم ليس هناك اي مبلغ محدد لالالف مشاهدة كما في اليوتيوب كما قلت لكم نقوم الآن بانشاء حساب في الديليموشن ها هي وجهة الديليموشن كما تشاهدون سوف اضع لكم رابط الديليموشن او تقوم بكتابة الديليموشن في محرك البحث جوجل وسوف تجد اول خيار تقوم بالدخول اليه كما تشاهدون هذا هو الديليموشن العديد من القنوات هناك العديد من القنوات العربية والعديد من القنوات الاجنبية التي تقوم برفع فيديو كما تشاهدون قناة النهار هذه قناة جزائرية ندخل اليها على سبيل المفال ونرى كيف تظهر واجهة الديليموشن شاهدوا معي هذه قناة الجزائرية النهار النهار تيفي موفقة كما تشاهدون عليها علامة التوفيق ايضا يوجد فرونس فاندكات يوجد العديد من القنوات الاخرى العربية التي ترفع فيديوهاتها على الديليموشن وتربح منها نقوم بالنقل على سين اوب هنا لانشاء حساب سين اوب إذا كنت لا تفهم اللغة الانجليزية يمكنك تحويل الى اللغة العربية تقوم بكتابة الايميل هنا الايميل بعد ذلك تقوم بكتابة كلمة مرور بعد ذلك تقوم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك بعد ذلك تقوم بكتابة النقل على جسويني بان روبوت حتى يتأكد انك لست روبوت بعد ذلك توافق على الشروط هنا ثم تنقل على سين اوب تم انشاء الحساب بنجاح كما تشاهدون يقول لك تم ارسال لك رسالة الى البريد الالكتروني فيها كود نقوم بالدخول الى البريد الالكتروني ها هي الرسالة وصلتنا الرسالة كما تشاهدون ننقل عليها نقوم بجلب الكود المتكون من 6 ارقام ونقوم بإضافته هنا ونقوم بعمل فيرفيلي الايميل تم بنجاح كما تشاهدون ننقل عليك كما تشاهدون تم انشاء الحساب بنجاح الان كما تشاهدون تم انشاء الحساب بنجاح كما تشاهدون الان ما عليك فقط النزول الى الاسفل الى الاسفل ثم تنقل علي become a partner اي كن شارك يعني انك سوف تقوم بالاشتراك في ال partner الخاص بهم اي سوف تصبح ترفع الفيديوهات ايضا انت نقوم بعمل ترجمة للعربية حتى يفهم الجميع هناك اشخاص لا يفهمون اللغة الانجليزية لذلك سوف اقوم بالترجمة الى اللغة العربية تنقل علي become a partner هنا اذا كنت سوف تقوم بالتغيير الى اللغة العربية تقوم بالنقل علي become a partner بعد ذلك سوف تقوم بالنزول الى الاسفل وتنقل علي هنا بعد ذلك نقوم بالنزول الى الاسفل قليلا وننقل على التشجيل هنا ثم تنقل على الترقية الى الشريك ثم تقوم بقراءة الشروط هنا يجب عليك ان تقرأ الشروط والاحكام حتى لا تقع في الاخطاء شاهدوا معي تقرأ الشروط الخاصة بالديليموشن هنا تقرأها ثم تقوم بعد قراءاتك للشروط تنقل على قبول الشروط وتم انشاء الحساب بنجاح بدون اي شروط وبدون اي شيء شاهدوا معي اصبحت لدينا قناة في الديليموشن الان هناك خطوة فقط خطوات صغيرة سوف نقوم بانشاء صورة هنا صورة القناة واللوغو اي الخلفية الخاصة الكوفر او الخلفية كما في اليوتيوب هنا الصورة هنا والخلفية الخاصة بالصورة هنا نقوم برفع اللوغو الخاص بالقناة انا سوف اقوم باضافة اي صورة كما تشاهدون ثم نقوم باضافة الغلاف الخلفي كما تشاهدون ثم ننقل علي الحفظ شاهدوا معي يقول لك الحجم الحجم هنا حجم الصورة ايه حجم اللوغو ليس مناسب سوف اقوم باختيار مفلا اي صورة اي صورة اخرى على سبيل المفال هذا الصورة قمت باختيار هذا الصورة كما تشاهدون الآن نقوم بالنزول الى الاسفل هنا تقوم بتسمية قناتك اسم القناة هنا تقوم بتسمية القناة مثلا احمد فريدم تقوم بتسمية اسم القناة الخاص بك تقوم بكتابة اسم القناة تختار اللغة التي سوف تشتغل بها في القناة مثلا نختار العربية العربية هنا عربي البلد تتركها كما هي البلد تونس هنا رابط الفيسبوك الخاص بك الرابط الخاص بالفيسبوك الخاص بك نقوم بجلب الرابط الخاص بالفيسبوك لا تقوم بإضافة الرابط هنا مباشرة هنا تقوم باختيار اسم المستخدم هنا الـ ID الخاص بالفيسبوك الخاص بك لا تقوم بجلب كل الرابط تقوم فقط باخف الـ ID الخاص بالصفحتك في الفيسبوك هكذا تقوم باخفها وتقوم بإضافتها هنا كما تشاهدون ايضا التويتر تقوم باخف الـ ID الخاص بالتويتر بعد www بعد https twitter.com تجد الكود الخاص بالتويتر الخاص بك أو الـ ID الخاص بالتويتر كما ايضا في الانستغرام تجد الـ ID الخاص بالانستغرام الخاص بك كما تشاهدون هكذا تنقر على الانستغرام وسوف تجد الـ ID ها هو تقوم باخفه بعد الـ .com تجده وتقوم بإضافته هنا في الانستغرام هنا ايضا إذا كان لديك موقع في الفينترست يمكنك إضافة الـ ID الخاص به إذا كان ليس لديك هنا حساب في هذا الموقع لا تقوم بإضافته المهم بعد ذلك عفوا عفوا بعد ذلك نقوم بإضافة سطر أو وصف لـ وصف صغير للقناة على سبيل المفال نقوم بإضافة وصف قناة مختصة في كل المجالات على سبيل المفال نقوم بإضافة الوصف هنا تقوم بكتابة وصف وهنا تقوم بكتابة وصف على القناة الخاصة بك أنا حتى لا أتيلا في الفيديو أقوم بعملك بك ولي أنت تقوم بكتابة وصف للقناة الخاصة بك هنا تقوم بعمل رابط للموقع الخاص بك عفوا رابط الموقع الخاص بك هنا رابط الموقع إذا كان لديك موقع إلكتروني تقوم بإضافته هنا موقع إلكتروني نقوم بجلب الرابط الخاص به نقوم بجلب الرابط الموقع الخاص به وأقوم بإضافته هنا نقوم بإضافة رابط الموقع الخاص بك هنا العنوان الموقع الخاص بالقناة الخاص بك كيف سوف تنتهي مثلا قناتك مثلا تنتهي بهاش تي تي بي اس ديموشن بوان كوم وتقوم ب هذا هو الاي دي الخاص بقناتك يمكنك حدفه هكذا وإضافة يو ار ايل خاص بك تقوم بكتابة مثلا أحمد على سبيل المفال على سبيل المفال هكذا عندما تعطي هذا هو رابط القناة الخاص بك الذي سوف يبدأ ينتهي هذا هو رابط القناة الخاص بك سوف ينتهي على سبيل المفال بأحمد فري 544 كما تشاهدون بعد اتمامنا لكل شيء بعد املاء البيانات وكل شيء تقوم بالنقل على حفظ هنا كما قلت لكم تختار لوجو والصورة الخلفية كما تشاهدون وتقوم بالنقل على حفظ بعد انهاء كل شيء كما تشاهدون هذه قناتنا الآن القناة الخاصة بنا المقاطع الفيديو ما زالت ليست لدينا أي مقاطع فيديو كما تشاهدون الآن طريقة رفع الفيديوات تنقل على وسائل الاعلام هنا وتقوم بالنقل على هنا ملف الفيديو وتقوم بجلب الفيديو على سبيل المفال انا سوف اقوم بتجربة رفع هذا الفيديو لكن قبل ان ترفع الفيديو انصحكم دائما بكتابة عنوان الفيديو على الفيديو التي سوف تقوم برفعه مثلا انت سوف تقوم برفع هذا الفيديو تقوم بإضافته على سطح المكتب او اي مكان يمكنك إضافته في اي مكان تريده المهم وتقوم بعمل كتابة كتابة العنوان الخاص به اسفل الفيديو ثم تقوم برفع الفيديو هكذا ثم نقوم برفع الفيديو كما تشاهدون الان يتم تحميل الفيديو كما تشاهدون هنا 10% 11% كما تشاهدون يتم رفع الفيديو هنا تقطب العنوان الخاص بالفيديو الخاص بك هنا الوصف مثل كما تشاهدون شبيه باليوتوب كما قلت لكم وصف اي الدسك وصف او اذا كنت سوف تقوم بإضافة روابط هنا كمثل اليوتوب هنا العلامات اي التاجس التاجس اي تقوم بإضافة هنا تاجس او كلمات دلالية هنا هنا مثل اليوتوب كما قلت لكم هنا اللغة هنا يمكنك إضافة الفئة مثلا انت تتحدث على هذا الفيديو تتحدث على مشاهير تقوم بإضافة الفئة المشاهير هنا إضافة إلى قائمة التشغيل مثل اليوتوب هنا البابليست البابليست اي القائمات التي تقوم بإضافتها في اليوتوب يمكنك أيضا انشاء واحدة في إنشاء قائمات التشغيل قائمات التشغيل في الديليموشن تقوم بالنقل على هنا إنشاء قائمة التشغيل ثم تنقل على هنا وتبدأ بإنشاء قائمة التشغيل هنا عام او إذا كنت سوف تقوم برفع الفيديو عام او خاص بك او لا تريد ان بكلمة مرور تعطيه لشخص تقوم بكتابة كلمة مرور وتعطيه لشخص بكلمة المرور كما تشاهدون هنا نتركه عام حتى يتم نشر الفيديو ويشاهده الجميع كما تشاهدون على سبيل المشال كما قلت لكم ثم تنقل على النشر بعد انتهاء تحميل الفيديو تنقل على النشر نقوم بترجمتي إلى اللغة الانجليزية حتى يفهم من جميع نعود إلى اللغة الانجليزية نعيد الواجهة إلى اللغة الانجليزية أفضل من العربية كما تشاهدون كما قلت لكم هنا التايتل أي العنوان هنا التاكست وهنا الوصف وهنا كما قلت لكم البابليست أي كما مثل اليوتيوب يمكنك إضافته مثلا تقوم بإنشاء قائمة خاصة بالبلوجر كما تشاهدون أو تقوم بإنشاء البابليست الخاص بك حتى تقوم بإضافة داخلها الفيديوات هنا النوع الفيديو وهنا لغة الفيديو وهنا إذا كنت تريد اي خاص وهنا كما قلت لكم بابليش أي عام للجميع يمكن للجميع مشاهدة الفيديو وتنقل على بابليش هنا وسوف يدمنشر الفيديو في ال في ال في الديلي موشن كما قلت لكم هنا الأحصائيات كما تشاهدون الأحصائيات هنا سبعة أيام هنا تلفون يوم هنا تلف أشهر هناك أفناشن شهر هناك كما تشاهدون الأحصائيات والأرباح التي تحصل عليها وهنا المشاهدات كل شيء موجود في كما تشاهدون هناك الفين وتسعة عشر الفين وعشرون كما تشاهدون المهم طريقة استليام الأرباح هنا نقوم بالترجمة إلى العربية حتى يفهم الجميع هنا تجد الخيار الأخير اسمه الأرباح تنقر عليه نعود إلى الصفحة نقوم بالترجمة كما قلت لكم تجد الخيار الأرباح هنا تنقل عليها بعد ذلك تختار طريقة الدفع ثم تنقل على رابط خدمة الدفع يمكن اختيار البايبال أو البايونير كما تشاء ثم تنقل على التصل وسوف يوجهك إلى البايبال الخاص بك وتربطه مع البايبال وكما قلت لكم يدفع إلى المئة دولار كما تشاهدون مئة دولار أقل 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 مبلغ للدفع مئة دولار في اليوتيوب هو سبعون اليوتيوب أعتقد أنه عشر دولار يتم تحويلها إلى أديسينس لكن سبعون دولار في أديسينس أقل مبلغ لصحب أموالك في أديسينس سبعون دولار هنا مئة دولار مئة دولار لصحب أرباحك عبر البايبال أو البايونير هنا قناتنا كما تشاهدون الطريقة سهلة جدا بدون شروط بدون أي شيء المهم لم ننسى أي شيء أريتكم طريقة إضافة الفيديو يمكنك حدف الفيديو هكذا تقوم بالنقل على هكذا وتقوم بحدف الفيديو طريقة الدخول إلى حسابك نقوم الآن بغلق الحساب وأريكم طريقة الدخول تسجيل الخروج نقوم بالخروج عندما تدخل إلى الديليموشن مثلا أنت قمت بالدخول إلى الديليموشن هكذا دليليموشن بوان كوم تنقل على لوكين هنا وتقوم بكتابة الإيميل وتقوم بكتابة كلمة المرور وتنقل على لوكين وبعد ذلك تقوم بالنزول إلى الأسفل وتنقل على become a partner وتقوم بالنقل على partner وتقوم بالنقل على partner وسوف يوجهك إلى حسابك كما تشاهدون إلى الحساب الذي قمت بإنشاءه وتبدأ كما قلت لكم في رفع الفيديوهات هنا عفوا يمكنك متابعة الأحصائيات ورفع الفيديوهات وسحب أرباحك من هنا كما قلت لكم إلى هنا أصدقاء الكرام وصلنا إلى نهاية الفيديو إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا عانينا بالاشتراك في القناة والنقل على زر لايك ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله